السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطريبات الصف الثاني الاعدادي رجعنا لكم النوضة ان شاء الله عشان نكمل حل كتاب المدرسة وتحديدا كتاب التدريبات ويونت فور تحديدا لستودنت بوك كزي ما كنت متعود بحله معاكو بس طبعا الكتاب مفهوش تمرينات من قدام في كتاب المدرسة معظمها دروس كراءة وانا كنت شرحها في القناة فهبدأ على طول حل معاكو التدريبات وهنبتدي من بيج 95 صفحة 95 ويونت فور انتو ذا باست يعني في الزمن الماضي اول جملة معانا بيقول لي قنطرة قبل ما ندخل المتحف في لعبة مهمة جدا هذا المبنى أصبح رونز بعد الزلزال أصبح بقايا أثار اللي هي رونز الكلمات الموجودة فيه الكلمات الموجودة فيه اللي هي أريتش وكسر وستاتيو وستيديا ورونز ومسك مدخل لمكان تاني طبعا دي القنطرة اللي هي أريتش مدخل المسجد المسلمين بيصلوا فيه المسجد مدخل المسجد قوية جدا اللي هي طبعا القلع كسر ممكن نشوف الميزيوم تمثال مبنى مش كامل اللي هي بقايا المبنى اللي هي رونز هنا بيقول لي complete the text with must or mustn't يجب ولا يجب it's a long walk to the temple مسافة كبيرة لحد المتحف so you must all listen carefully لازم تسمعوني كوية it's hot today so you not all wear a hat لازم تلبس القبع يب a must you not take some water ناخد بعض المياي يب a must cars not drive on this road mustn't لا يجب أن on this road so we can walk on it safely however you not stay on road نمكس على الطريق يب a must لشان السيارات and you not walk طبعا لازم نمشي يب a must you not run mustn't يجب ان نحنا ما نجريش there when you arrive at the temple you not touch any of the buildings you must ما تلمس اي من المبانى عشان ما تضمرهاش because it's very old لانها قديمة we can eat our picnic lunch ناكل الغداء after we visit the temple but you not eat in the temple you mustn't يجب اللي نأكل في المعبد finally you not forget to write you mustn't forget يجب اللي ننسى ان احنا نكتب about what you see عن اللي احنا شفناه تمرين الاخير معانا بيقول لي write the rules of the place you discussed in student's book اكتب القواعد هنا زي you mustn't run المفروض ما نجريش عندي برضو فوق في you must take some water ناخد بعض المية you mustn't touch يجب ان لا نلمس نلمس ايه old buildings المبانى القديمة وابدأ اكتب كل الجمل اللي استخدمنا فيها must و mustn't الصفحة اللي بعدها بيقول لي complete the cross road اللغز ده number four هنا important in history حاجة مهمة في التاريخ يبقى historic number five amazing amazing يعني رائع يعني awesome number one كده a person who can show you around a place اللي هو ال guide number two اللي هي very old طبعا very old اللي هي ancient يعني قديم او ايه او عطيق what you can see from the top of something من اعلى القمة اللي هو طبعا view وال w موجود exercise number two write these numbers as words اكتبك كلمات دي خمس تلاف اللي هي طبعا five thousand three hundred تلتمية ارباح تلاف four thousand and five hundred and ninety يعني خمسمية وتسعين اتين اتين طمانتاشر الف six hundred ستمية سبنتي two اتنين وسبين بعد كده بيقولي complete the review these words or numbers from exercise one وتنكمل من كلمات من الدرس الاول والتاني I love انا بحب historic places العماكن التاريخية like Petra in Jordan مدينة Petra في الأردن تاريخها يرجع 300 سنة قبل الميلاد سنة قبل الميلاد يبقى عمرها اكتر من two thousand اكتر من الفين years old لازم تذكر علشان ندخل but when you are inside وانت بالداخل you can walk for a long way through the old city ممكن تمشي مسافة طويلة and there's a note from some of the higher places وطبعا المنظر اللي هو view are طبعا رائع اللي هي awesome طحفة but you must be careful لازم تكون حريص اول نقط اكسبلينت نقط شرح لنا يبقى مين اللي معانا هي شرح لنا the guide how all the temples عمرها they are really طبعا قديمة جدا او عطيقة ancient i really enjoyed our day and استمتعت there and recommend a visit وووصيك ان انتو تزوروا هذا المكان هنا بيقول find out about other historic places ابحث عن اماكن اخرى ووصفها هتكلم عن how old عمرها what must and mustn't تعمل ايه ومتعملش ايه must you buy a ticket لازم تشتري التذكرة ولا تاخد guide do recommend it why why not وده كله ان شاء الله يكون مجاوبين وكله في فيديو مجمع يكون في اهم الparagraphs ودلوقتي معادنا مع listen 3 الدرس التالت توصيل اول واحدة coins يعني عملات متوصلة ب pieces of money قطع فلوس made of metal مصنوع من المعدن number two figure يعني تمثال لشخص او تكسير لشخص طبعا هتاخد e a model of a person number e mask اللي هو القناع something people wear to cover or protect their face لحماية وجههم necklace اللي هو العقد طبعا ده معناه قناع دي كلمات الوحدة necklace اللي هو العقد طبعا اللي هو c jewelry مجوهرات what you wear around your neck tool يعني اداة piece of equipment you can use to make or repair things اخر حاجة فاز I put you used for holding flowers للورود تمرين التاني بيقول لي رتب المحادثة دي بين ticket officer موظف وبين customer زبون رايح اشتري تسكاره اول حاجة البداية كانت من هنا ticket officer بيقول له good morning city museum معك متحف المدينة how can i help you كيف يمكنني مساعدتك الزبون هيرد يقول له ايه طبعا هيقول له good morning can you tell me what time is the museum is open ممكن تقول المتحف هيفتح الساعة كام هيرد عليه هيقول له طبعا الأوقات هاته يبقى certainly بالتأكيد we open from 9.30 to 6.30 من تسعة ونص الستة ونص every day except معادة friday معادة جمعة we close then احنا بنقفل هيرد بقى علي الزبون هيقول له i would like to know how much a ticket 8 تسكاره for 2 adults 2 بالغين and 1 child وطفل please من فضلك رد عليه قال له of course adults are 150 pounds الكبار 150 جنيه and the children under 12 والاطفال تحت 12 or 75 5 رد عليه الزبون اقول له can i buy a ticket at the museum ممكن اشتري تسكاره في المتحف هيرد عليه الكاستمر الزبون وهيبدأ يقول له yes or you can buy them online ممكن تجيبهم online من على النت اخر حاجة thank you for your help good bye مع السلامة اخر تمرين معنا في بيت unit 4 lesson 3 عايزين نكمل اس كريم قاعدة اس بيجي بعدها طبعا ماضي مستمر حدا الشغال يبقى was taking وهو بيلتقط ماضي مستمر photos of the animals he not his phone فقد موبايله وكده الحدث هيقطع يبقى ماضي بسيط lost why المونة أثناء مونة play يبقى was playing أثناء لعبها كانت بتلعب اي تنس she not hurt her arm من دراحة اذا يبقى الحدثة ينقطع يبقى here to hear to hear تدفع she is we not the castle while we travel to Alexandria we saw احنا شوفنا the castle while we were traveling traveling أثناء سفرنا إلى Alexandria i not my home work when my sister يبقى انا كنت بعمل الواجب i was doing while my sister called me اتصلت عليها طبعا اوما رد عليها lots of birdies fly طيور كتيرة كانت طائرة we're flying in the sky as we were sitting واحنا جالسين كنا بنتفرج عليها بس الحدث ما انقطعش اتنين شغالين في وقت واحد there are more than two thousand objects in the museum these chemicals help us to keep mosquitoes طبعا يبقى تkeep away the black and white designs bending around the windows are beautiful تصميمات these powers هذه الاواني are made of zed, clay, oil طبعا الصلصال bees النحل and ants are important to bear this to your insects حشرات طبعا insects exercise number two paint also help it to keep طبعا كانت بتحافظ على people's eyes from the sun يعنينا الاولى طبعا معمولة بc يبقى الدهام برضو كان بيحافظ على اي تانى keep away وبعد الانسكس الحشرات they used big clay balls اواني مصنوعة من الصلصال to mix ingredients عشان يخلطوا المقادير some people draw squares بيرسموا مربعات on the floor to play a game عشان يلعبوا لعبة طبعا اللي هي لعبة السنت طبعا ده تمرين بيقول listen and match هنفروض ان احنا في المدرسة هنسمع من المدرس وهيكون ترتيبهم الشطرانج رقم واحد رقم اثنين الكلاس النظارة الشمسية رقم ثلاثة الستائر ورقم اربعة هيكون ايه الخلاط الموجود عندنا هنا بيقول لي write description of an object اكتب وصف الحاجة in your home في بيتك وهنفروض نعرفها what is it made of انا هبدأ اتكلم عن حاجة اهو it's made of انها مصنوعة مسلا من الود من الخشب how often do you use it بستخدمها كمرة i always انا دايما use it what do people use it for الناس بستخدمها في ايه people use it to sit on بيجلسوا عليه what do you think of it it is very comfortable مثلا انه مريح طبعا احنا بنتكلم على ايه اي حاجة بنجلس عليها زي الكورسي صوفا الكنبة دلوقتي معادنا مع الدرس الخامس Alice uncle works for a big oil company شركة بترول كبيرة in united arab emirates i love going to places such as museums and ancient ruins historic history طبعا اماكن historic calature يعني ثقافة history يعني تاريخ don't play football here متلعبش كورة هنا or you might that car here to do is السيارة injured سيبها دامج يدمرها damage not it will rain tomorrow but i am not sure تمطر بكرة بس انا مش متأكد may be ربما may هل يمكن might طبعا may be هنا بيقول read the email هنقرى الايميل ده write the missing sentence الجمل دي نقصة نحطها في مكانها المناسب من a لسي اول واحدة while we were visiting the beach واحنا بنزور الشاطئ last month الشهر الماضي we decided it was a great place قررنا ده مكان رائع to build a new hotel ان احنا نبني في hotel the hotel will give work to a lot of people هيوفر فرص عمل لناس كتيرة we are a big company احنا شركة كبيرة so we can ask people from our city ممكن نطلب من ناس من مدينتنا hotel to work here in the summer يعملوا هنا فين في الصيف this is the time when the hotel will be busy هدا هيكون الوقت للفندق في زحمهم ونوفر لهم فرص عمل there is not much water near the beach ما فيش ماء كفاءة at the moment but while we are driving to the area واحنا بنلف كده في المنطقة دي we saw a big lake شوفنا بحيرة كبيرة we can use the water from the lake for the new hotel ممكن نستخدم الماء دي let me know what you think of our plan دعونا نعرض خطتنا read the conversation about the email and choose the correct answer فادي بيقول الباهر do you think is his plan for a new hotel is a good idea باهر ترايك الفكرة بتاعة الفندق دي رائعة قال له i don't think so لا اعتقد it only has jobs for people in the city هتوفر للناس اللي في المدينة بس قال له i agree ولا i don't agree more tourists سياح كتير يبقى قال له i don't agree ما اعتقدش ذلك سياح كتير في المنطقة help the local people هيساعدوا اهل البلد قال له not but what about the water maybe ولا might be طبعا maybe بزعان المية taking water from the lake will damage the environment اخذ المية هيضمر البيئة قال له i know what you mean i see what you mean على فهم اصدق it's important to protect the environment مهم ان احنا نحمي البيئة listen to speak listen to check your answer then rule play the conversation write a paragraph on your notebook about you think of tourism اي رأيك في السياحة من ناحية is it good or bad for historic places هل جيدة ولا سيئة الاماكن التاريخية وده برضو بارجراف موجود ان شاء الله في المراجعة وهينزل جاهز بإذن الله نفس الفكرة التمرين اللي قابله read the report ده تقرير and make the parts one for with the heading هنضع الاماكن دي كل واحدة في مكانها الاولى معمولة where is keliopatra's needle كلمة needle لها معنين معناها ابرة ومعناها مسلة هنا طبعا معناها مسلة كليوباترا كليوباترا's needle is a large and important stone هو مبنى حجري with a beautiful design تصميم رائعة on it you can see it انت ممكن تشوفو next to the river thames in London نهر time is in England في انجلترا طب ايه اللي وداه لندن ده اللي هنعرفه بعد شوية the ancient Egyptians عايزين عنوان مناسب طبعا هنا هتبقى how big حاج مؤدي ايه the stone for the ferro totemus سيرد كانو عاملين الملك to hotemus sales and it's about العمر بتاعه three sorry دي هتبقى c العمر بتاعه three hundred three thousand five hundred years old عام بعد كده تكلمنا عن the stone is more than twenty meters high ارتفاعه متين متر and weighs about two thousand two hundred thousand كيلو جرام متين الف كيلو جرام طبعا ده the big الحجم بتاع المسلة اللي هي حاليا في انجلترا بالقرب القهر من نهر the times واللي وداه هناك طبعا الملك محمد علي في فترة حكمه كهدية الانجليز the British طبعا ما قيتش اللي فاكرة واحدة اللي هي البروتانيين made a special ship عملوا سفينة for the stone in 1877 في 1877 while the ship was traveling to London والسفينة بتبحر another ship helped the stone to arrive in England and a year later هبت عاصفة بعتوا سفينة اخرى ساعدت السفينة لحد ما وصلت المسلة الى نهر the times في انجلترا who did the ancient Egyptians make it for المصريين القدمان كانوا عملينها المين طبعا عملينها لفارو لتوتموس لتوتموس عملينها للملك توتموس الثالث ثلاثة شرط الثالث الثالث why do you think the British needed a special ship for Cleopatra's needle ليه كانوا عايزين سفينة خاصة لنقلها لانها طبعا it's very heavy وزنها وزنها سقيل جدا 200,000 200,000 كيلوغرام what nearly happened to the stone in 1877 تعتقد الا حصل للحجر في 1877 طبعا اعتقد ان most of the ship معظم السفينة was damaged بعد ما هبت العاصفة اكيد معظم السفينة ضمر do you think it's a god that Egyptian monuments هل تشاف ان العصار المصرية like this are in other countries why why not هل انت شاف ان منك جيد ان العصار تروح بره طبعا no طبعا because it is our لان ده يعتبر our history تاريخنا and our culture وده ثقافتنا والحاجات دي تخصنا كلنا متخصش مالك معين بعد كده هنا عايزين تقرير من 90 كلمة عن historical objects that you find in other countries in your nude book اخر موضوع معانا عند هنا كلمة awesome يعني جميلة وسيم كلي مطاط كوين يعني عملة damage يدمر figure تمثال على هاي الشخص historic تاريخي mask اقناع papyrus ورق البردي strong قوي touch يلمس ويزن وود خشب عايزين نصنفهم بقى adjectives و adjectives يعني صفات materials يعني مواد دخام museum objects اشياء خاصة بالمتحف verbis يعني افعال هو هنا مساهي اللي اول واحدة بيقول لي awesome اللي هي وسيم في تاني كلمة historic يعني تاريخي برضو دي adjective بعد كده عندي مين تاني برضو اللي هنا adjective strong اللي هي طبعا قوي materials ايه المواد الخامل اللي هنا عندنا الصلصال clay عندنا الخشب wood وعندنا ال papyrus اللي هو ورق البردي museum objects الحاجات اللي موجودة في المتحف عندنا في coin وعندنا figure وطبعا عندنا mask اللي هو القناع الفيربس الافعال ما عادش غير damage يدمر وي touch يزن يلمس story وي اللي هي يزن هنا بيقول لي what do you think this sinus means هذي اللافتات والاشارات التعنيئة الاولى you must not drink this ما تشربش هذا التانية ديت عملي كده خط متعرج يعني من المسل الحاجة دي يبقى you mustn't touch this يجب الا تلمس هذا number 3 هاللي في يمين يبقى you must turn turn right الربع طبعا دي كاو بقرة you must انت لازم مثلا watch out for cows يجب ان تحترس من الكاوز اللي هي البار بعد كده بيقول لي match the people were walking in the park when it started to rain منال was 30 كان عندها 30 سنة when عندما she was walking up that big hill تطلقت هاذا الجابل most of the people were sleeping ما الزمن كان نايم when the earthquake started لما زلزال بدأ مستر بادر كبينها مستر بادر ماشي رايح الشغل he saw an old friend we were all laughing احنا كلنا كنا بندحك when he finished that funny story لما خلص هذه القصة المضحك complete the story in one or two paragraphs i was walking through the park كنت بتمشى في البارك when i hear the strange noise سمعت دوضاء غريبة وهبدأ احكي قصة وان شاء الله زي ما وعدت حضراتكم كل الحاجات دي ان شاء الله تنزل مجمعها مع البراجرافز في حصة المراجعة اللي هي خاصة بالبراجرافز او اهم البراجرافز الموجودة والاميلات على الصف الثاني اعدادي بانتظار مواصفات الامتحان وبكده نكون وصلنا لنهاية unit 4 انتظرونا ان شاء الله في حل بقى الكتاب مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته